وهاي احلى بلد بالعالم كيف كنت اتقنوا كثير منها انت عم تشوف فيديو اليام اليوم الفيديو رح يكون عن قصة بائعة الورود بس قبل لان باش بالفيديو لاتس انتعطي الفيديو لاك وشير سبسكرايب ويلا نبلش طبعا هي في بلد طلبتها مني فانا حاباتك اعمالها ويلا نبلش احبا احكيلكم ان اختي اليام لح تشاركني بالفيديو فايا لن نشتري منك لانك تضع الورود على الارض ما هذا تعال يا ابوناي هيا يا اله لا احد يريك ان يشتري مني لانني اضع الورود على الارض ماذا سوف افعل ليت هناك ملابس لاضعهم عليها ملابس مقرفة لا يريدها ساذهب الحمد لله الحمد لله قال انه لا يريدها الحمد لله الحمد لله يا الاب يا رب انها كبيرة ايضا واسعة ماذا سوف اضعها وضع الورود عليها حتى يشتروا مني الناس الحمد لله الحمد لله اه الان لقد انتهيت من مشكلتي املوا املوا ان اتمنى ان يأتوا زوار كثيرون ويشترون مني ويشترون مني هذه الورود اه 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 ا كم واحدة تريدين؟ أريد أربعة التفضلي سأضعهم يا إلهي سأضعهم لك بكيز حسنا ثلاثة والرابعة تفضلي كمي الإجار؟ أجبع تقريش حسنا هيا تفضلي شكرا لك الحمد للقاء الحمد لله الحمد لله أصدح معي الحمد لله سأضع هذه الملابس في الكيز ثلاثة تسلخة وهذا الكيز ليساها سأضعها في كيز الملابس الحمد لله هل تضعين الملابس؟ نعم أنا أبيع الملابس ماذا عندك؟ عندي هذا وعندي هذا أعطيني إثنان بكم؟ أعتقد أنهم بمئتان قرش نعم 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 هيا تفضلي شكرا لك أنهم بمئتان قرش هي ضعينيهم في كرش في هذا الكيز تفضلي ها إلى اليقصة الحمد لله أصبح لما يأطاني قرش وأخلصة دراهم الحمد لله كل شيء الحمد لله سأذهب وأرى منزلي لأسكن به وأعمل عند هذا المنزل مهم لأننا كنا أحدا هنا من هناك؟ من هناك؟ من هناك؟ السلام عليكم وعليكم السلام يا إبنتي ماذا تريدون من هنا؟ هل أتطيع أن أعطي وأعمل عندك كخادمة أمني في المنزل؟ الطبي يا عزيزتي شكرا لك شكرا لك وسوف أعطيك في السنة مئة قرش يا عزيزتي أنا لا أريد يا حبيبتي أنت تعملين عندي وكيف أعطيك؟ لا بأس حسن يا عزيزتي هيا تعالي شكرا لك هذا هو المنزل شكرا لك شكرا جزيلا لك سأبدأ العمل من الآن أين غرفتي؟ هيا تعالي سوف أعطي قل لك أين غرفتك هذه هي غرفتك بما أن ليس لدي أبلاد سوف أضع لك كل أغراضك هنا ويوجد هنا بيجاما إن أردت أن تعالي شكرا شكرا جزيلا لك حزيزتي إلى اللقاء حسن للقاء الحمد لله الحمد لله الحمد لله سأبدأ ملابس أريحة ملابس ودافئة يا إلهي كيف لو قلت هنا؟ كم أشعر بالسياحة الشديدة الآن؟ سأضع النقودة هنا مئة ثانية قرش وخمسة قرش الحمد لله الحمد لله أنا سعيدة جدا وبعد ترتيب الغرفة لقدرت ترتيب الغرفة أصبحت الآن غرفة صالحة للمعيش أنا سعيدة جدا سأذهب إلى السيد سيد؟ نعم يا أبنيتي سأسألك سؤال ماذا هناك تفضلي؟ سأقول لك هل لديك بنت أو ولد؟ لا يا عزيزتي فقط كان لي بنتي وزوجة ألدان لكن توفيت ابنتي ولا أعرف لا أعلم توفى لكن ضاعت لا أعرف أي بحثت عنها في كل مكان فبحثت عنها في دار الأيتام بحثت عنها في أي مكان لم أجدها وأمها فقط توفيت قصتي تشبه قصة ابنتك ما يقصدك؟ أنا أيضا كان لي أب وأم وأنا كنت وحيدة نعم يا عزيزتي وماذا حصل معك؟ كنت وحيدة في يوم من الأيام خرجنا أنا وأمي خرجنا أنا وأمي إلى التسوق فقط لا أعرف بعدها ما حصل فقط رمية أمي على الأرض نعم إنها نفس ما حصل بزوجتي نفس قصة وبعدها أنا لم أعرف طريق العودة وأصبحت ضاعة في الشوارع مرماتا يا عزيزتي الصغيرة لا تحسني لكنك أنت تشبهنا جدا جدا ابنتي الصغيرة التي ضعت وأنت تشبه أبي الذي الذي حرنت منه لا تحسني يا صغيرتي لا تحسني حسنين أنسى فأبدأ العمل لا تبدأ العمل إن البيت نظيف ومرتب أنا أرتبه كل يوم لكن أريد أن أعيد لك الطعام قلت لك لا تفعل شيء يا عزيزتي هي تعالي بما أنك كنت مرمة بالشوارع كيف كنت تحصلين على النقود وكيف أصبح معك ما أتعني قرش سأقول لك هناك رجل لقد هناك رجل أعتقد لا علي أتذكر أنه أنت لا عارف قلت لك لا ترجى تلك الملابس فجميتها على الأرض وكان ذلك رجل هو سبب حصولي على مئتاني قرش إنه أنا 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 بالطبع شكرا لك إنها كل حق بفعلك لا تحزني يا عزيزتي أسكر عنك نعم يا عزيزتي الآن اذهبي وتاريحي أظن أن ذهب النور حسن سوف أذهب حسن يا أبي سادها أباكي قد فجر من فمي بالغلد لا تحزني يا عزيزتي إلى اللقاء إلى اللقاء أعتقد بأنها ابنتي لي أنها تذكر أنها ابنتي لا أعرف أنها تشبه أمها كثيرا وتشبهه هي تشبه طبنت الصغيرة ونفسها قصتنا سوف أعرف ذلك سوف أعرف ذلك في الصباح التالي وفي صباح اليوم التالي سوف أصطيق أسفة لقد انتك شخصا آخر وهلا تخاف يا عزيزتي أريد أن أقول لك شيئا لم تقول لي ما اسمكي اسمي كاتي إن اسمكي كما اسمه ابنتي الصغيرة نعم ألحى قلب أريد أن أعرف منك هذا الجواب وسوف أعرف ذلك من هما مكي واباكي فعلا؟ نعم نعم يا عزيزتي ما هو اسمه اباكي؟ اسمي أبي اسمي أبي جون أعتقد أنه جون ماذا؟ جون؟ نعم نعم أنا أتذكري وأنه جون منهم منهم صغيرتي أنا اباكي أنا اسمي جون ونفس القصة ونفس القصة نعم أنت أبي نعم يا عزيزتي شكرا أبي أبي أنا أفتقدك جدا أبي أنا أحبك جدا لا أعرف كيف أتسكرك أبي لقد وجدتني أشكرك يا صغيرتي أنا أباة مهمة فعلا لا أعرف لا أعرف لا تحزني يا أبي يا طفلتي الصغيرة بس هكذا نحن نصلنا إلى هذه الحلقة أتمنى أن تكون مستمتعتوا وحبيتوها إذا حبيتوها لا تستطيعوا الفيديو لايك وشيروا سبسكرايب ولا تنسوا هاشتاق حمل التوصيل قصة الألعاب لا ستتين ألف مشترك وكتبلي بالكومنتات إذا أعجبكم تمثيل أختي وكلامة يعني بس كلامة مكتير كان واضح يعني فهلأ أبدأ لكم وكتبلي بالكومنتات إذا أردو خلي أختي تشارك معي بالفيديوهات الجاية اكتبلي بالكومنتات ترجمة نانسي قنقر